الجيش السوري يعلن مقتل خمسة مدنيين بقصف إسرائيلي لمنطقة القنيطة في هضبة الجولان الطرف الإسرائيلي يرد بالقول إن القصف أدى إلى مقتل أربعة فلسطينيين ينتمون إلى حركة الجهاد الإسلامي أطلقوا صواريخ على إسرائيل من الجانب السوري من الهضبة على حد قوله بتحريض من دمشق وطهران فيما كذبت الحركة الفلسطينية هذه الإدعاءات وسبق لتل أبيب أن قصفت الخميسة مواقع في الجولان السوري وصفت بأنها تابعة لدمشق التطورات تتسارع على الهضبة المحتلة منذ العام 1967 في ظل غموض بشأن ملابساتها التي لا يستبعد الخبراء أنها مرتبطة بالصراع المسلح بمختلف أبعاده المحلية والإقليمية والدولية بين النظام السوري والمعارضة المعارضة التي أعلنت في هذه الأثناء تدمير التنظيم المسمى الدولة الإسلامية بالجفارات كنيسة ماريليان العتيقة الوقع في بلدة القريتين في حمص والتي تعود إلى القرن الخامس الميلادي التنظيم المسلح سيبقى تحت الضغط من الجانب التركي الذي ينوي تمديد مدة التدخل عسكريا في سوريا والعراق في إيطار ما يصفه بمكافحة الإرهاب وذلك بالتزام مع إقامة الجدار العازل ترجمة نانسي قنقر